مشاهدي نايل لايف دولة سوريا أو جمهورية سوريا دولة من أهم الدول اللي في المنطقة دولة سوريا تجمعنا صداقة وأخوة من زمن طويل تاريخياً اقتصادياً معنوياً حباً للشعبين تجاه بعض سوريا حالياً يقال إنه بيموت فيها أو مات فيها أو استشهد فيها 3500 شهيد ضيفي بيقولي إنه هم أكيد أكتر من كده لإنه فيه آلاف كتيرة مش لقينهم فمعناهم إنه هم أكيد ماتوا سوريا في السجون السورية دلوقتي معتقلين حوالي 15 ألف ضيفي برضو بيقول إنه هو أكتر من كده بكتير 3 أربع أضعاف سوريا البلد اللي ما دخلش فيها الاتحاد الأوروبي أو عسكرياً زي ليبيا سوريا روسيا والصين وقفين جنب سوريا سوريا جامعة الدول العربية عملت اتفاقية إنه هما ينفزوها عشان يبقى فيه تهدئة للشعب اللي بيموت في سوريا ولكن للأسف الشديد لم تنفز سوريا أو بسبب سوريا هيبقى فيه إنعقاد يوم السبت في جامعة الدول العربية لمناقشة الحلول معايا ضيفي في هذه الفقرة الخاصة بسوريا الصديقة والأخوة اللي ما بينهم معايا ضيفي العزيزة المعارض الأستاذ أحمد رياض غنام من القتلة السورية سباعة الخير يا فهي سباعة الخير يا أهلاً وسعيد وأهلاً وسهلاً بيك وحمد الله على السلام عليك الله إسهل لي سباعة خير دكتور سباعة الخير أنا عايزة أضيف على كلام أشرف أنه يعني هي الموضوع يمكن كان أكتر من أخوة كمان إحنا في يوم الأيام كنا دوله أحدة كان فيه وحدة عربية ما بين مصر والشقيقة العزيزة سوريا وفيه ارتباط ما بين الشعوب قوي جداً يفوق حتى موضوع الأخوة لكن اللي بيحصل في سوريا مختلف تماماً عن الوضوع حصل في مصر. في مصر الشعب صار والجيش سند الصورة. وعادين كلنا التي بنتكلم. نشوف احنا هنوصل لفين. انتوا عندكم الموضوع تطور بشكل عكسي. والجيش ابتدى يضرب في الناس. نعايزين نعرف اي اخر تطورات خصوصا انه الضغط ابتدى يبقى اكتر. وجامعة الدول العربية رفض التدخل الاجنبي. وكل يوم ناس بتموت. ومش ممكن الحالة يستمر على كده. الحكاية اي اخر اخبارها؟ في الحقيقة احنا في البداية اترحم على شهداء سوريا الابراد. والحرية للمعتقلين والشفاء للجرحة. والحرية للشابة يمان القادري. اقول ان الشعب السوري في البداية خرج يطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية. خرجوا سلميين. شعب اعزل. مباشرة النظام قام باستبعاد الحل السياسي. واتخذ الحل الامني القمعي كمبادرة لقمع هذه المعارضة السورية في الشعب السوري. اي معارضة الشعب السوري. استمرت اهلة القمع والقتل في الشوارع. تمادت تمادت النظام في قتل هذا الشعب الاعزل وسط صمت دولي وصمت اقليمي يعتبر عار في جبيل الامة. ثم جاءت الحلول المتدرجة والمهل المعطاط لهذا النظام حيث بات عدد الشهداء يرتفعوا يوما بعد يوم وازدادت مطالب الشارع السوري وصولا الى اسقاط النظام والان يتحدثون عن محاكمة النظام واعدام رأس النظام الذي هو الدكتاتور بشار الاسد. من هنا أرى ان النظام هو الذي يدفع بشارع السوري باتجاه حلول قد تصل في مرحلة ما الى عسكرة الثورة السورية وهذا ليس بإرادة هذا الشعب هذا شعب أعزل ترك لوحده ليواجهها ببعنى ايه فاند مع عسكرة الثورة السورية يعني انا في امت اخر الهبار بتقول انه تدى يحصل انشفاقات في الجيش وانه تدى يبقى فيه ضباط مش قادرين يتحملوا قتل قتل شعبهم وانه احتمالي يحصل ممكن انقلاب عسكري او ما شابه نعم هذه الانشقاقات تأتي على خلفية طلب من هؤلاء بان يمارسوا عملية القتل المباشر للمتظاهرين الممالهج وهؤلاء لا يريدون ان يخوضوا في مثل هذه الاشياء وهم لا يريدون ان يقتلوا ابناء شعبهم واهلهم وناسهم وبالتالي ينشقون عن هذا الشيء هما امام خيارين لا ثالثة لهم اما ان تقتل او تقتل فيختاروا ان لا يقتل فيفر من الجيش ويلتجئ الى بعض الاماكن ويتخفى بين الحقول وبين الوديان ثم يبدأ بتشكيل انفسهم بكثائب صغيرة ويقومون بحماية المتظاهرين هم لا يهاجمون لا يذهبون الى قطعات عسكرية لا يذهبون الى اماكن حكومية هم فقط يدافعون عن الثوار وبهذا هذا حق المشروع لهم من هنا انا اقول النظام هو الذي يدفع بنا باتجاه عسكرة الثورة ولا بد لهذا النظام وللمجتمع الاقليمي العربي ان يفهم ان في نهاية المطاف هناك شعب يطالب بالحرية والكرامة لن نتوقف لن نرجع الى الوراء قيد ان ملا سنسقط النظام من رأس الهرم حتى قاعدته وبذلك حتى ان وصل الامر بنا الى عسكرة الثورة وهذا شيء خطير ولكن لا بد من اسقاط النظام اذا استمر هذا التخلي عن الشعب السوري من قبل جامعة الدول العربية عبر طرح مبادرات ملغومة ليست واضحة لا تملك آليات التنفيذ بالتالي نحن ذاهبون انا متأكد بان النظام قد اعد لنا شركة الحرب الاهلية لن نخرط بها نحن شعب واحد نحن نتناهين عشان الناس تفهم نحن نتناهين بس ايه خطر عسكرة الثورة هو الحرب الاهلية لحدك بتقولها نعم عشان بس نبقى الناس تبقى فهمة برده نعم عندما عندما نبقى سلميين ونقتل بهذه الطريقة وسط صمت اقليمي ودولي هذا يعني اننا نموت مجانا والموت المجاني مرفوض وانا لنا ان نتحرك نحن نحن اصحاب الارض نمارس عملية ندائي بالحرية والكرامة والديمقراطية فنقتل اذا متى الى متى وساط هذا الصمت المخيف واضح سيد العزيز بعد اذنك هو ليه لحد دلوقتي ما حصلش تدخل مسلا عسكري زي ما حصل في ليبي من وجه نظرك ليه نعم في الحقيقة انا لا اطالب بالتدخل عسكري على المطلع انا اطالب بحماية دولية للشعب السوري في القانون الدولي هناك ثلاثة حالات للتدخل الدولي تحت البند السابع او حماية المدنيين او الارهاب نحن نطالب حماية المدنيين نحن جزء من مجتمعين دولي ما هو ازاي حضرتك ازاي حنحمل المدنيين دول واردي العسكر هم المسكين البلد وهم اللي عملين يقتلوه نعم حضر جوي مثلا هناك حضر جوي هناك حصار للموانئ البحرية والجوية هناك قطع للطرق البرية هناك حصار خانق على هذا النظام عبر المجتمع الدولي مجتمعا اي الطراف المحيطة اي الدول المحيطة بسوريا كلها يجب ان تأتمر بامر مجلس الامن وينفذ هذا ما ذكرته سابقا من هنا النظام سيعاني ضغطا شديدا وانا ارى ان هذه العملية سلمية في المطلق وهي عملية حصار للنظام ستعمل على تآكل المؤسسة العسكرية من الداخل نتيجة كثر وكبر الانشقاقات نريد منطقة عازلة بين الحدود السورية التركية وايضا الحدود السورية الاردنية من اجل فرار العائلات التي تهرب من القتل من الاختصاب ستازي العزيز فضل هل انت شايف ان في علاقة ما بين الضغط على ايران دلوقتي من اسرائيل ومن امريكا واللي بيحصل في سوريا حالين هل في علاقة ترابط فيه ترابط ما بينهم بشكل او باخر نعم انا قرأت ما يحدث الان على مستوى الوضع الايراني الاسرائي الامريكي هذا التشابك السياسي انا لا ارى اي ترابط في الموضوع السبب ان الحراك الثوري في الشارع السوري مستمر ولن يتوقف اذا ضربت ايران او لم تضرب المجتمع الدولي لا يحمي سوريا ولا يقدم اي شيء سوريا فهذا لن يؤثر او يؤثر علينا في حراكنا ثوري ولن يؤثر على النظام في عملية القتل المتبادل وبالتالي انا لا ارى اي تداخل بين الموضوعين وانا ارى لم سمحت فضل وانا لا ارى ان عملية ضرب ايران حقيقية هذا مجرد وهم لاعادة احياء الرعب الدولي اسرائي تريد احياء عملية الرعب الدولي تجاه الدوافع الايرانية في امتلاك القنبلية الدولية فقط لا غير طيب دكتور رحمد انا سؤالي الوسيط جدا حالك قلت انه من المطالب انه تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين وفي دلوقتي مشكلة دولية اسمها انه روسيا والصين معارضين لاتخاذ اي قرارات دولية ضد النظام السوري كيف نستطيع حل هذه الاشكالية اللي بتتسبب كل يوم في خسائر بشرية قد كده في سوريا اعتمدت الصين وروسيا الفيتو في المرة الاولى ثم بنوا موقفا سياسيا على المبادرة العربية وجهوا انزارا شديدا لسوريا كنظام وقالوا عليكم ان تنفزوا المبادرة ما حصل ان اول بند من بنود المبادرة العربية التي وافق عليها النظام هو سحب القوات الجيش والامن والشبيحة من الشوارع والسمح بالتظاهر السلمي لم يحدث هذا واستشهد العديد الكبير تجاوزنا الان الاربعمائة شهيد هذه ليست ارقام هذه ارواح بشرية تسقط في سوريا وبالتالي روسيا والصين يرون الان ان موقفهم بات ضعيفا ولا يستطيعون ان يقفوا مع هذا النظام الى ما لا نهاية اتخاذ الفيتو هذا امر ليس بسهل بالنسبة للمجتمع الدولي ولا تستطيع روسيا ان تكرر هذه الظاهرة مرة اخرى انا ارى ان هناك محاولات ستجري لاختراق المبادرة العربية عملية احياء ضخ الدم الفاسد في هذه المبادرة اللي انا اراها انا مبادرة اللحظة